شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ اليوم في جلسة الحوار الوطني الاستثنائية الخاصة بمناقشة مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء حول إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب كما شاركوا في إحدى الجلسات النقاشية للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني والتي جاءت بعنوان التعليم قبل الجامعي بين التوقعات والفرص والتحديات هذا وتم خلال الجلسة إعلان البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني تحت مضلة مبادرة إبداء بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية على رأسها اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم